اشتركوا في القناة تصل الى نحو 27 مليار دولار وبحسب احدث احصائية لمؤسسة ميد فقد بلغت قيمة هذه المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 644 مليار دولار لتأتي السعودية في المركز الاول من حيث القيمة بنحو 251 مليار دولار تلتها الامارات العربية المتحدة برقم 184 مليار دولار هذا وتنفذ مملكة البحرين عددا من المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي تقدر قيمتها ب32 مليار دولار والتي من شانها احداث نقلة نوعية للاقتصاد المحلي حيث ستؤدي الى نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة وستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية تشمل قائمة المشاريع الاستراتيجية مشاهدين تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو ومراسل البحرين وجزيرة دلمونيا وديار المحرق إضافة إلى مشروع الأفنيوز وتوسعة شركة ألمنيوم البحرين ألبا بالخط السادس للصهر إلى جانب عدة فنادق ستستثمر فيها شركة ممتلكات البحرين القابضة ناهيك عن عدد لا حصر له من مشاريع القطاع الخاص تتركز في قطاع التطوير العقاري والخدمات أظهرت بيانات موقع سجلات التابع لمركز البحرين للمستثمرين عن الترخيص لأكثر من مئة شركات جديدة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة خلال أسبوع بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى مليون واربع مائة واربعة وثلاثين ألف دينار وبينت أرقام سجلات أنه تم تسجيل سبعة وتسعين سجلا نشطا دون ترخيص وأربع شركات نشطة وأشارت البيانات إلى أنه تم تسجيل خمسين شركة ذات مسؤولية محدودة دون ترخيص وشركة واحدة نشطة وتسجيل تسعة وثلاثين سجلا لشركة الشخص الواحد دون ترخيص وشركة واحدة نشطة إضافة إلى تسجيل ست سجلات لشركة تضامن دون ترخيص وشركة واحدة نشطة وسجلان فروع لشركة أجنبية دون ترخيص كما تم الترخيص إلى أربع شركات نشطة إحداها فرع لشركة ألمانية تعمل في أنشطة الخبرة الاستراتيجية الاستشارية عفوا في مجال الإدارة وشركة بعشرة آلاف دينار وشركتان بخمسة آلاف دينار أكد تجار الذهب أن العشر الأواخر من الشهر الفضيل تعتبر من أفضل مواسم السنة من حيث تضاعف معدلات الإقبال على شراء الذهب والحلي والمجوهرات وقالوا إن حركة البيع وشراء المجوهرات والذهب الأصفر تكون خفيفة في النصف الأول من شهر رمضان المبارك وتزداد تدريجيا مع النصف الثاني من الشهر الفضيل موضحين إلى أن سعر جرام الذهب طبيعي قد وصل هذه الأيام إلى 13 دينارا وتوقع تجار الذهب وأصحاب محلات الصرافة أن تتحسن حركات شراء الذهب والعملات الرئيسية مقارنة مع السنوات الماضية وذكر أن المصوغات البحرينية تستحوذ على 99% من معدلات الطلب على الذهب في السوق المحلية لشهرتها وعراقتها إذا ما قورنت بأنواع أخرى أقل جودة ترجمة نانسي قنقر والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشر مشاهدين مع استعراض أداء البورصات الخليجية لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع الأسواق الرابحة ومن السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6871 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 34 نقطة مئوية تقريبا عن معدل الأقفال السابق مدعوما بنشاط أسهم قطاعات العقارات والبنوك أما بورصة الكويت مشاهدين فقد أقفلت عند مستوى 6853 نقطة بصعود نسبته 0.62% وذلك عائد لنشاط أسهم قطاع البنوك أما الرابحة الثالث فهو سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق على ارتفاع بسيط نسبته دون عشر نقطة مئوية وذلك مدعوما بكثافة التداول على الأسهم المدرجة في قطاعات البنوك والمال في حين سجلت مشاهدين بورصة أبوظبي ودبيت راجعا بنسب متفاوتة متأثرة بإضافة التداول على أسهم قطاعات الطاقة والعقارات أما بالنسبة إلى بورصة قطر فقد سجلت انخفاضا طفيفا نسبته 34 نقطة مئوية تقريبا بقلة التداول على أسهم قطاع الاتصالات أما بالنسبة إلى بورصة البحرين مشاهدين فقد أغلقت في المنطقة الحمرى عند مستوى 2323 نقطة من خفاض نسبته 0.29% عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و780 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 789 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 74 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة ما نسبته 73% من القيمة الإجمالية للأسهم